قررت حكومة الإنقاذ في إدلب الواجهة السياسية لهيئة تحرير الشام إنشاء شركة اتصالات خاصة بخدمات الانترنت بغية احتكار شبكات الانترنت المستقلة في مناطق سيطرتها مثلما فعلت عندما أنشأت شركة وتد للبترول التابعة لجناحها الاقتصادي المزيد في هذا السيق تعتزم ما يسمى بحكومة الإنقاذ الواجهة السياسية لهيئة تحرير الشام إنشاء شركة اتصالات خاصة بخدمات الانترنت بغية احتكار شبكات الانترنت المستقلة في مناطق سيطرتها في إدلب وإجبار أصحابها على التعامل معها مثلما فعلت عندما أنشأت شركة وتد للبترول التابعة لجناحها الاقتصادي فضلا عن الأرباح الهائلة التي ستحصل عليها طبعا هذا القرار ما بيصب بمصلحة المواطن لأنه راح يشكي على اللاعب كبير جدا ولسيما الظروف المعيشية السيئة والوضع الاقتصادية متدهور والأسعار غالي والمواطن يعني ما بغضي يتحمل هذه التكاليف الصعبي والانترنت صار ضروري كتير لأنه خصوصا المنطقة عندنا غير آمنة وغير مستقرة نحن بحاجة للاتصال والتواصل ومعرفة الوضع والأمور اللعب الدور حوالينا يعني وأصدرت وزارة الاتصالات التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ قرارا في بدء أعمال الحفر في مناطق شمال إدلب وغرب حلب تمهيدا لمد خطوط الكابلة الضوئي الخاص بخدمة الانترنت بهدف إنشاء شركة اتصالات خاصة بالانترنت يعني هلق الانترنت الزبائن عم تستفيد منه يعني هلق في الوقت الحالي بكرة إذا صرنا نغلي ما رح تستفيد منه بلا تغسروا يعني عم تستفيد منه بشغلة بأخبار الأخبار عم تيجيها أول بور على طريق الانترنت يعني هلق إذا قمنا صرنا نغلي على الشاب والشاب الله يساعد هلق في الوقت الحالي كوضع عوني إنساني يعني صعب المعيشي يعني زي ما نقوم نغلي ما رح يمشي الحال ما نفقد الزبائن كله وجود ما يقارب 150 شبكة اتصالات التي تؤسسها الانقاذ تحت مسمى سير كوننكت حيث تخفيض ورفع السرعة كيفما تشاء وقطع اتصال الانترنت عن أي منطقة واقعة ضمن سيطرتها السلبيات الموجودة حاليا عندنا أنه هلق أنا كصاحب شبكة حاولت في سنتين أو ثلاثة نزل سعر الانترنت قدر المستطاع للعالم وحققت نتائج وغير ممكن شبكة وثنتين وعشرة حققوا شبكة خطوات ونحققوا اللي بدون إياه فنتفاجأ اليوم في أسعار جديدة رح تنطبق علينا والأسعار الجديدة بدأت دايق كمواطن أو كمستخدمين انترنت بدأت دايقون كتير وليحنا مثل ما قلت لك في ظل الظروف الصعبة يعني الانترنت يعتبر أرخص شيء فهلا قد يصير أغلى شيء وترجح هذه المعطيات إلى رفع قائمة أسعار باقات الانترنت بهدف تحقيق الربح حيث يتراوح سعر باقة الانترنت في 8 ميجا بايت إلى 16 دولارا أمريكيا في الوقت الحالي ومن الممكن أن ترفع شركة الاتصالات السعر إلى 40 دولارا أمريكيا أو أكثر وبذلك يؤدي ارتفاع سعر الباقة إلى تراجع عدد المشركين في خدمة الانترنت لأن الاشتراك الشهري يفوق إمكاناتهم المادية الأمر الذي سيسبب الضرر لشركات الانترنت المحلية نتيجة تقلص أعداد المشتركين الناتهم يصار مثل الخبز مثل هالخبزات يعني موقع حسن معداء أنا عندي مثلا ما صاد هذا الزيلو منسمع على أخبار إذا ما تمنيت موقع حسن يشترك في الزيلو موقع في الطيران إذا فوقنا عبيقصوا في اللماء وفوقنا يعني اليوم كمان أنت عبقل هذا القرار يعني القرار هذا ممصب ناحية الشعب أبدا يعني يواجه غير قرارات يعني قرارات مدارس اليوم يعني اليوم عندنا المدارس كمان صاروا لحقوا عن المدارس يعني المدارس يعني اليوم تقريبا بدهم مطالب 7-8 دولار 10 دولار قرارات النازحين اليوم منطقتنا كمان ما منطقة أمنية يعني مجوز كمان نحن نطفوش تتحكم هيئة تحرير الشام بواسطة أذرعها المدنية في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية في إدلب وذلك عبر سيطرتها على المعابر المدنية الفاصلة بينها وبين مناطق حسن الزيتون درع الفرات من جهة ومناطق سيطرة النظام من جهة أخرى إضافة إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وتجني أموالا طائلة من خلال نقل البضائع